كل شيء يتدهور في البلاد الأمن والصحة التعليم والاقتصاد أيضا فبعد نحو عامين والنصف من انقلاب الميليشيا على الدولة بات الاقتصاد الوطني يعاني انهيارا كبيرا في معظم قطاعاته المختلفة انقلاب تسبب في انهيار قطاع النفط والغاز الذي يساهم بنسبة 90% من ميزانية الدولة لتصبح غير قادرة على توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين الأمر الذي أدى إلى دخول أكثر من 21 مليون دائرة الفقر وفق ما أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أدت الآثار الاقتصادية التي رافقت انقلاب الميليشيا إلى تدهور العملة بنسبة 70% لتصل إلى أكثر من 360 ريالا للدولار الواحد استنزاف الميليشيا لموارد البلاد ساهم بشكل كبير في تهاوي احتياط النقد الأجنبي ليصل إلى أقل من مليار دولار بعد أن كان يشكل نحو 4 مليار و700 مليون دولار قبل الانقلاب عجز الميزانية أدى إلى انعدام السيولة المالية ما تسبب في قطع رواتب الموظفين لأكثر من 6 أشهر في وقت تبدو فرص إيجاد حله للمشكلة بعيدا ويفيد مراقبون بأن الطريقة التي تنتهجها الميليشيا من تدمير للاقتصاد ونهب لموارد الدولة يمثل استهدافا مباشرا لحياة ملايين الموظفين وأسرهم